السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم على متابعي موقع وقناة ماجدفوتوز دوت كوم إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن عدسة وائد حلوة من استقمال اللي هي عدسة 24 مليمتر 1.4 تجربتي معها في كينيا معكم أخوكم ماجد سلطان الزعبي عدساتنا اليوم مثل ما قلت لكم 24 مليمتر 1.4 راح نتكلم عن مواصفاتها مميزاتها وعيوبها ومقارنتا مع باقي العدسات من نفس الرينج من يفوز من هذه العدسات طبعا مثل ما قلت لكم عدسات السيغما الأخيرة يعني تغير فيها خط الانتاج سوى خط اللي هو الارت والسبورت هذي من خط الارت اللي هو الاي مثل ما احنا شايفين بادي العدسة وايد وايد حلو صراحة حتى الفوكسينج رينج ما لها ممتاز جدا العدسة هذي مميزاتها رئيسية 24 مليمتر فتحة العدسة 1.4 16 طبعا هي حق كاميرات الفول فريم اقرب اقرب فوكس حق العدسة 25 سنتيمتر وهذا شي حلو انه يعطيك مثلا تبي مثلا تصور شي قريب ما نقول ماكرو بس انه وايد تقرب من الموضوع عساس تعطيك عزل كبير حق الموضوع ممتازة جدا كذلك افكت البوكي فيها وايد وايد حلو وزن العدسة تقريبا 665 جرام مثل ما قلت لكم العدسات هذي ميزتها اذا ركبتها على مثلا الكروب سنسر راح تصير عندك 35 ممكن حتى اللي يصورون الفيديو يستنسون على العزل والدبث اللي فيها وايد حلو لما تستخدم المانيوال فوكس طبعا البودي ما لعدسة تتكلمنا على الكواليتي بعد العدسة جدا ممتاز اذا بتقارنها في عدسة ثانية راح تقارنها بالكانون اللي هى الـ 24 1.4 بالنسبة حق البودي شفت مراجعات وايد باليوتيوب اذا كان فيه شغلات من المقارنة بالبودي نشوف البودي هذا وايد حلو الكانون يمكن يعني تكون اخف منها شوي شي بسيط فهذه نحسب حق الكانون بس مو وايد الفرق الثاني شغلة اللي هي الـ points اللي يخذوها على السيجما انه ما فيها الـ weather ceiling حق الباك هني في بعض المصولين هنقول لي هتمون وايد انه هنا في مثل حماية حق الظروف جوية غبار مغبار weather ceiling يسمونه مو موجود في هذه العدسة وموجود في عدسة الكانون فهذه يمكن يعطي حق الكانون point في البودي فالبودي هناك يمكن يكون افضل من هذي شغلة ثانية اللي هي سرعة الفوكس خلونا نجربها انا صراحة جربتها في كينيا وصورت فيها هناك سرعة الفوكس جدا جدا ممتازة طبعا وايد يسألوني في حلقات الفلاتر شون اعرف الفلتر شون اعرف الحجم ما حجم على طول من اللينس كال راح تلقى مكتوب عندك مثلا 77 مليمتر فهذه احد المميزات انه 77 وايد دارج فشي حلو ان يكون على 77 كذلك الهود يكتبون عليه بعض الاحيان 77 مليمتر فعساس تعرف قياس الفلاتر عندك طبعا الفوكس مالها جدا سريع وجدا دقيق مقارنتهم بالكنون اثناناتهم تقريبا خنقول يمكن الكنون شوي اسرع بس كحدة وكسرعة فوكس ممتازة جدا في هذه الكاميرا وقعد يشوفها يعني وايد كان صراحة دقيق وممتاز صورت فيها بعض النتائج هناك انت لما تصور او تشتري اي عدسة فيها 1.4 او 2.8 انت شاريها عشان تصور في هذه فتحة العدسة ومثلا تصور كيفك انت تقدر تصور بأي فتحة عدسة بس غالبا لما تشتري عدسة كل ما يصير فتحة العدسة مثلا نازلة كل ما تكون فتحة عدسة نازلة انت شاري الكاميرا او العدسة هذه عشان تصور في فتحة العدسة هذه اذا ما تحتاج فتحة عدسة هذه لا تقطي فلوسة زيادة وتشتري فتحة عدسة تكون ويد مثلا اللي هي 1.4 او 2.8 انزيل كاستخدام عجبني صراحة اكثر شي فيها انها ويد انجل وتقدر تعطيك عزل ويد حلو حق الموضوع فانا لما نصور حياة الناس ممكن اركز على شخص وابي اللي حوالين هذا الشخص يكون موجود بس ما ابي يكون واضح فهني يعطيني الافكت ما البلر او ما لانه تكون الخلفية عندي ما هي واضحة خلونا نشوف بعض النتاج اللي صورتها في كيني خلونا نشوف مع بعض الصورة خذيناها في كينيا طبعا انا الحين في اللايت روم عندي 2157 صورة مصور في عدسات وايد انا اطهر ورا حق الميتا دايتا وهذا ندرس فوق البيع حق اللايت روم اختار العدسة اللي انا صورت فيها عطاني كل الصور طبعا اطاني تقريبا 371 صورة ما راح اشوفهم كلهم ابي اقول لها عطني بس اللي انا منقيهم اروح اقل الاتريبيوت اقول لها عطني الصور اللي انا ما اختارهم وعليهم علم لاحظوا هنا مثلا الصورة هذي وايد حبوها في الانستغرام طبعا هي استخدمت فلاش راح اراويكم صور من غير فلاش بس اللي ابي واضح لكم ان اشوفوا الباك الجراند اشنو وايد حلوة تصير هي وايد انجل تخليك تقرب وتخليك تاخذ تأثير مثل 3D نشوف مثلا صور ثاني من غير فلاش مثلا هذي الصورة راح اروح اقل راويكم يوها قبل وبعد هذي قبل شوفوا الفوكس في العين شوفوا الفوكس في الاماكن هذي شون ممتاز طبعا انا احين رايح 1 to 1 بقرب 2 to 1 هذي 200 بالمية بس اساسا راويكم اللي هو الدقة والشار نس ما للعدسة لاحظوا الباك جراند كلها موجودة اقدر احطي هني مثلا شي حق العون المباشر لوغو ولا اعتبر انا ابي او ابي او اوضح حق الناس شوف الصورة شونه موجود خلف هذي الصورة من جوعام هذي على 1.4 لاحظوا ممكن اقول لانا اطلع لكل الصور 1.4 اختار الابريتشار من هنا اقدر اختار وايد اشياء اخترت الابريتشار واقول لها 1.4 مثلا شوفوا هنا انا ما اقول لكم ان اقرب مساحة حقها اللي هي 25 شوف الصورة شون صارت وايد ارت لما سموها ارت صجي هي ارت لاحظوا يعطيك خط من الفوكس وايد حلو على ال 1.4 تصير الصورة وايد وايد حلو الباكجراند تصيرها حلو طبعا ان كان في عيب او شي يضمونا بالعدسة اللي هو الفينيات على ال 1.4 يصير فيها فينيات وايد قوي مقارنة في الكنون طبعا من تصعد على الفتحة العدسة الوراها 2.8 3.2 خلاص يبدأ يروح هذا بس على ال 1.4 اذا كان من ملاحظة على السيجما اللي هو الفينيات بس كثير كان في سواد حوالي الموضوع فباللايت روم هذي البرامج تقدر تساعدك في هذا الموضوع باقي الأشياء مثل ما قلت لكم جدا قوية العدسة جدا الفوكس ممتاز على ال 1.4 كريسب بالسنتر وايد قوي طبعا واحد يقولني ايه احسن هذي العدسة ولا الكنون اول شي قلت لكم كبدي ممكن شوية الكنون تكسب سرعة فوكس وشارنس هذي جدا ممتازة ويمكن اثناناتهم علاقاتهم راس براس مع الكنون خنقوله الكنون شوي افضل لما نقولك سعر الكنون دبل سعر السيجمان هل يعني ان سعر الكنون احسن منها مرتين اكيد لا اللي يبي يشوف علاقاتهم الالو اللي انت رح تاخذها سعر نفسه انك تقدر تشتري عدستين من هذه العدسة فبالنسبة حق السعر والكواليتي اللي قاعد تعطيني اها العدسة انا عندي هالعدسة بدون تردد تكسب اللي يقول لا والله انا مهتم زيادة بالبديون هتعمر معاي سنوات اكثر ممكن تروح حق الكنون بس كسعر صراحة بدون تردد انا اقول لك السيجما تغلب فهذه اليوم مراجعتنا حق تكلمنا عن 12-24 مع حمود سلطان تكلمنا عن عدسة 120-300 تكلمنا عن 35-1.4 شوفوها الحلقة وايد حلوة بالسوق كانت تكلمنا بعد عن عدسة ثانية هذه الحلقات حطيت لكم اياها لا تنسون تسوون شير وتعلقو لنا تعليقاتكم الحلوة اللي تعودنا عنها اللي عليها قصدي وتسونا لايك على هذا الفيديو طبعا هالفيديو انا صورت بنفسي عبدالوها بموجود فسامحونا على باقي الاشياء الصوت يمكن مضبوط كاميرا واحدة قبل عبدالوها بمدلئنا يعطيكم العافية لا تنسون اللايك ونشوفكم على خير